من المثير للجدل عدم تقديم حكومة العبادي الحسابات الختامية للموازنات الاتحادية منذ عام 2014 حتى عام 2018 لديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها ولم تتضمن في جدول الاعمال لمجلس النواب المنتهي ولايته خلال تلك الفترة لمعرفة مصير انفاق الامول اعضاء سابقون في اللجنة المالية النيابية بيّنوا ان هذه القضية سنتها الحكومات السابقة وان الاموال الفائضة من موازنات الوزرات والعائدة الى خزينة الدولة منذ عام 2003 ولغاية 2012 والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لا يعرف مصيرها السنة السيئة اللي سنتها الحكومات السابقة تجاوزت على الدستور وتجاوزت على القانون من خلال عدم تخديم حسابات ختامية على مدار السنوات السابقة من عام 2003 الى عام 2012 ما تم اعادته الى الخزينة يقدر ب125 مليار دولار هذه لحد الان ايضا المواطن العراقي لم يطلع عليها ولم يعرف اين ذهبت هل اضيفت للموازنة الواردات النفط الدراجي اضاف ان هناك فئة معينة مطلعة على مصير الفائض المالي المترتب على الفرق السعري بين برميل النفط المدرج في الموازنة وسعره الحقيقي وتتصرف حسب مصالحها الحزبية موضوع الفرق بالسعر الواردات النفط هذا ايضا غير واضح لدى المواطن العراقي لكن هناك فئة معينة مطلعة على هذا الامر وهي التي تتصرف على ضوء مصالحها الخاصة ومصالحها الحزبية هذه المعلومات المبهمة لدى المواطن كانت نتيجة مخالفة مجلس النواب للمادة 143 من نظامه الداخلي حول كشف الحسابات الختامية ما يعني وحسب معطياتنا عدها المرصد النيابي العراقي وجود تواطئ بين المنظومتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن الفساد الكبير الذي تولد نتيجة المحاصصة وتعدد الجهة الرقبية السلطة التشريعية الكبرى في البلد هي لا تعمل على وفق نظامها الداخلي وهي لا تقدم حساباتها الختامية فكيف لها أن تحاسب وتراقب الحكومة وتسائلها على عدم اعطاها الحسابات الختامية لكي تقرن المجلس النواب العراقي إذن هناك تواطئ من السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم تقديم حسابات ختامية بشكل مضبوط حتى يطلع لها الشعب العراقي غياب الرقابة بالعراق مع انتشار الفساد بشكل كبير بل عمومية الفساد لأن الفساد شمل الكل لذلك ليس هناك محاسب على الفساد تضيع مبالغ كبيرة ولا أحد يعرف عن الحسابات الختامية لأن الحسابات الختامية هي راح توضح ما حدث في الميزانية في الجانب العملي الحقيقي الفوضى المالية في العراق يصعب حسرها ضمن إيقاع واحد والسبب وبرأي مراقبين أياد الفساد المتنفذة العابثة في مؤسسات الدولة زياد نهادة الحرة بغداد